كل الكلام ده بقى مع مجموعة مباريات اخرى مع الظواهر هنعرضها بالليل مع الكبات الكبار نروح بقى لطبعا موضوع الساعة وعقوبات الانضباط الخاصة بالمستشار المرتضى منصور والمهندس فرج عامر اولا عايزين نؤكد ان لجنة الانضباط والاخلاق هي لجنة لا تتبع الاتحاد المصري لكرة القدم وليس له عليها سلطان دي لجنة مكونة من سبع من الهيئة القضائية هي اللي بتحط العقوبات ولا يوجد اي سلطان لدى اتحاد الكرة عليها هي لجنة منفصلة عشان البعض حاول يربط ما بين عامر الجنين ومش عارف ايه وبتقلع عشان ما نظلمش يعني ده مهم الحكاية دي اولا طيب اللجنة دي كانت اصدرت قرار زي ما اقتصدر قرارات خاصة على اللاعبين والاداريين وغيره 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 بمجموعة من العقوبات منها كان اقاف المستشار المرتضى منصور عن المشاركة في اي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لثلاث مباريات وتغريمه مئة الف جنيه وايضا اوقفت المهندس فرج عامر مباراة واحدة ومعرفش فيه غرامة او لا يا فرج بين